بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام وعلى رسول الله المبعوث رحمة المهدى اه انا فرحان ان انا نرجعنا البعض تاني بعد رمضان بعد اجازة العيد ورجعين كلنا سعادة وهنى وفرح ربنا يديم لقائنا ونفضل مع بعض على مجتمعين على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى الخير واهم حاجة ان احنا نجتمع على السعادة وعشان تاني عشان كده هنتكلم النهاردة عن اصحاب السعادة خلاص احنا يوم الثبت عندنا بنتكلم عن اصحاب السعادة اللي هم في الحقيقة محتاجين مننا طول الوقت ان احنا ندعمهم وهفكركم ان احنا كنا مع بعض بنتكلم عن الاهتمام الزواجي وانا وصل لردود افعالك الناس كتيرة بتقول ان كويس ان انت تكلمت عن الاهتمام الزواجي لان الاهتمام الزواجي شوية محتاجين ان احنا ندعمه وعشان كده بنحط مهارات من مهارات الاهتمام الزواجي وخاصة هذا الاهتمام في الحقيقة الإنسان ما بنزلش مولود به لكن محتاجين أن احنا نتدرب فيه وعشان كده خلينا في بنامجنا ده أن احنا بنحاول بقدر الإمكان أن احنا نعمل عملية تدريب وتمهير للزوجين سواء كانوا مقبلين على الزواج أو كانوا أزواج ومحتاجين هذا الدعم عشان يصبحوا من أصحاب السعادة النهاردة نكمل الكلام عن الاهتمام الزواجي ونقول أن من أهم فنون الاهتمام الزواجي فن يبدو شوية عند بعض الناس فن عيبقى غريب شوية اللي هو فن إيه؟ فن الغيرة أيوة زي ما أنت سمعت كده فن الغيرة فن الغيرة ده فن بيحتاج إلى مهارة كبيرة وبيحتاج إلى حساسية يعني بيحتاج إلى مهارة مش بيحتاج إلى حساسية أن الواحد يبقى حساس الغيرة يا سيدي ليس بالضرورة أن هي تكون من الجنس الآخر يبقى الراجل بيغير من الرجالة على زوجته لا الغيرة ممكن تكون كمان في نفس الشعور من نفس الجنس لأن الغيرة حقيقتها لو حبينا نحددها يعني الغيرة غير الشك الغيرة ده شعورة ده الزوج أو الزوجة بالضيق أو القلق من مشاركة الآخرين له في شريك حياته يعني ده أوي 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 وعشان كده كلمة مشاركة الآخرين له مهمة جدا 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 لأن الزوج مثلا غالب بيغير من أم الزوجة وحماته واختها وصدقتها لما يعودوا مع بعض كتير ممكن يحصل ده ويبقى تسمى غيرة آه طبعا وانت بتقوله ويبقى تقوله على فكرة انت بتغير من مامتي وانت بتغير من أختي انت بتغير من صديقاتي آه بيغير من نوم عارفين من غير من نوم يعني إيه؟ يعني هم بياخدوا وقت من وقته هو حاسس ان هو لازم يبقى هو أكتر وقته ويبتعيش معاه والزوجة ممكن كمان تغير من أبوه ومن أخوه ومن أصحابه كمان ممكن تغير من الشغل الشغل نفسه ممكن تغير منه ليه طيب؟ لأن الشغل ده بقى عندها إيه؟ بقى عنده أولوية فالغيرة عندهم من كل شيء بيجعله في الأولوية رقم اتنين لازم كل واحد من الزوجين بيحس ان هو حقه ان هو يبقى الأولوية الأولى في حيات شريك حياته يبقى إيه اللي حاصل؟ بس برضو ده ما يمنعش ان الزوج يغير قوي 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 من أي راجل ممكن يغير من أي راجل ممكن يكون بطل لزوجته من قريب أو من بعيد يغير من أبوها ومن أخوها حتى من قريبها وخاصة من خطبها القديم اللي هو الأكس بتاعها يغير قوي ده فلما تيجي سرته يا سلام دنيا تشتعل وهو نفس الكلام برضو هي على تغير برضو من أي أنسة حتى ولو أمه تحس بسببها انها تحس انها مش برأة كاملة في عين زوجها يبقى الغيرة دي حاجة مهمة جدا فالغيرة دي حاجة مش قبيحة بالعكس الغيرة ليها وظائف ومن أهم وظائف الغيرة الاحساس باهتمام من أهم وظائف الغيرة ان الإنسان يحس ان هو الشخص ده بيخاف عليه بيأمنه وعشان كده عدم إتقان فن الغيرة يخلي الزوج أو الزوجة يحسوا بواحد من أمرين الأمر الأولاني ان شريك حياته بيشك فيه إذا الغيرة زادت عن حدها إيه ده؟ يعني الغيرة المتزنة أو فن الغيرة بيعلمك ان الغيرة تكون في حجمها الطبيعي لأنها لو زادت شريك الحياة يحس ان انت بتشك فيه الشعور التاني اللي ممكن يحصل ان شريك الحياة مش شايفني او أنا مفرقش معاه لما الغيرة تقل هو ما بيغيرش عليها ستات كتيرة تيجي تشتكيلي ان الزوج اللي هو فقد فن الغيرة ده بتقوله ده ما بفرقش عليها بتحس ان هي مش امرأة وسعاد عدم الغيرة بتخلي الزوجة تشك ان الزوج اللي ما بيغيرش عليها ده للي علاقة بستات ليه؟ ما هو لو هو أنا في حياته عيغير عليها يبقى عدم الغيرة له معنى عند الزوجة بيختلف عن معنىها عند الزوج فعند الزوجة عدم موجود فن الغيرة يعني أن هي بالنسبة لزوجها لا شيء وساعات يفقد الزوج معنى كبير وجزء كبير من معنى الرجولة في عين زوجته عشان كده ساعات تعمله اختبارات غيرة تروح عاملة حاجة عشان يتحس هو بيغير عليه ولا ويبقى ده أمر مهم شوف السيدة أسماء كان بتعمل ايه السيدة أسماء كان بتراعي أن سيدنا الزبير بن عام كان شديد الغيرة في ايه اللي يحصل فييجي الراجل يقول له أنا عايزة بيها عند السرحة قالت له لأ حتى تأتي وتطلب مني أن تبيع عند سرح حديقتي أمام الزبير فيروح يكلم عن الزبير فتيجي تقول له ايه يعرف أن سيدنا الزبير بن عام بيغير عليها رضي الله عنهما فتقول له ايه ألم تجد غير حديقتي اللي تبيع عندها فهي خلاص عارف أن هي ما قدر غيرته فيقول له خلاص ده ايه يا أسماء يا بيع آه فشوف هي فهمة وعدم غيرة الزوجة على الزوج بتحسسه أنه فقط جاذبيته وأصبح حاجة مضمونة وبيكون خطر جدا 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 أن الزوج يختبر غيرت زوجته اوعى أنا بقول للجالة اوعى تختبر غيرت زوجتك لأن أنت لما تختبر غيرت زوجتك أنت متعرفش ده هيفصل إزاي وما يقولش الزوجة أنا واثق في زوجتي وعشان كده ما بغيرش عليها لأن غيرها مش مقابلة الشك على فكرة هي هتفهم حاجة واحدة بس أن أنت لو مغيرتش عليها إنك إذا ما أنت مغيرتش عليها إن غيرتك العقلة عليها بتعتبرها نوع من أنواع الحماية فأنت لو مغيرتش عليها إيه اللي حاصل هي تعتبر أنها ولا شيء عندك وعشان كده سيدنا سعد بن عبيد قال لو رأيت رجلا مع امرأتي اللي ضربته بالسيف غيره وصح عنه يعني مش أتجاوز عنه فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتعجبون من غير تسعة فوالله لا نأغير منه هيا حضرت النبي بغير يا نارا بيض دي بقى دي كأنها سنة إن الرجل يغير غير راشدة وغير راشيدة على زكته ده سنة والله أغير مني آه وكمان حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يغار وعشان كده إن الله سبحانه وتعالى يغار وغيرته وغيرته سبحانه وتعالى أن يأتي المرء ما حرم الله عليه فربنا سبحانه وتحرم حرم ده ولذلك كل اللي ورد بقى عن مسألة الغيرة من السنة واضح فيها طب نعمل إيه بقى عشان يبقى عندنا غيرة راشيدة يعني إحنا نعمل إيه إيه اللي إحنا ممكن نعمله عشان يبقى عندنا غيرة راشيدة غيرة راشيدة يعني إيه غيرة تحسس الزوجة بإن هي إيه اللي حاصل بإن هي امرأة كاملة ومهمة وإن هي محل قلبك وإن هي لسه أنسة في عينك وغيرة راشيدة من الزوجة على الزوجة تحسسه بإنه إيه بإنه ما زال لي جاذبيته وما زال هو عندها مش مضمون يعني إيه مش مضمون يعني إنه خلاص بقى حاجة من ضمن الحاجات اللي موجودة في البيت الحياة دي مهمة جدا 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 وإذا كنا سميت الغيرة إيه هنا فن الغيرة ما سميتوش إيه الغيرة مطلقا أول حاجة عشان تكون أنت فنان وتكون صاحب فن الغيرة أول حاجة لازم تمارس لوكيات الثقة بالزوج والزوجة دايما إن أنت في المواقف تفهمها وخاصة المواقف اللي بيكون فيها تعامل مع الجنس الأخر تفهمه بشكل يعبر عن عن ثقتك فيه لكن لو كل شوية في المواقف دي بتفهمه وبتشك فيه هو هيحس أن أنت دي مش غيرة هيحس أن يشك الحاجة الثانية أن أنت محتاج السلوك التاني بس السلوك الأولاني تبين ثقتك في شريك الحياة يقول لي إيه علاقة دا بالغيرة آه علاقة دا بالغيرة مهمة جدا أن أنت غيرتك مش شك آه أنت حضرتك كده في الإطار المزبوط تاني حاجة لازم شريك الحياة طول الوقت وبشكل مستمر يبين أن شريك حياته الزوج أو الزوجة أولوية عنده وده بيبين أوي أوي في وقت المقارنة من أحب الناس إليك يا رسول الله قال عائشة يا سلام يا فالإنسان هنا إيه اللي حصل لما يجي تصرف فقه ويغير عليها آه دا بيغير عليها عشان بيحبني ويستحسن التعبير بده أن هي لما يجي وقت المقارنة يقول لها لا أنت خرج المقارنة ويزيك رسول الله سلام جعل السيد عائشة خارج المقارنة دا يخلي الغيرة دايما توصل عند الناس بشكل الغيرة الرشيدة هندلوقتي بنجيب بنقرأ رسولة رسول الله إزاي خلنا نفهم الغيرة الرشيدة الحياة الثالثة الحضور الرشيد من شريك الحياة والمليء بالاهتمام في اللقاءات الجماعية يعني إيه تبقى حاضر مركز منتبه وده يظهر في إيه في مدح الزوج والزوجة بشكل معلن في اللقاءات الجماعية اللي فيها الجنس الآخر اللي فيها ستات فتمدح زوجتك قدام ستات العيلة أو أصدقائها وتمدح زوج أمام الأصدقاء وأمام الرجال الآخرين فإيه اللي يحصل فيبقى الكلام محطوط في نصابه الحاجة الرابعة صياغة لما أنا بقى يبقى عندي ملحوظة على سلوكيات في التعامل مع الجنس الآخر لازم أصغها باعتبار أن الزوجة أنا عارف دماغ مراتي دماغ الستات فلما يجي يقول لها لما يجي يصيغي الكلام ده هي تقول له تقول له ملحوظة أنا مش عايزك تتعامل بالطريقة الفلانية مع فلانا أو مع كذا ليه أصلا عارفة دماغ الستات آه فهي بتتكلم عن معرفتها وعن فهمها ما بتتكلمش عن سلوكه هو السيء فلابد أن تصاغل غيرة في هذا الشكل أنا عارفة دماغ الستات بس الرجل ما يقولش كده للست لأنه لو قال كده للست هيعتبره بيشكه فيها لما يقولها أنا عارف دماغ الرجال فهي ترد عليه تقول له طب ما أنت عارف دماغ الرجال لكن أنت لازم تسق في مراتك لكن هي لما تقوله أنا عارف دماغ الستات هو بيظل عنده الإحساس بهذه الجاذبية فتنبهه إلى شيء ينبهه وعشان كده أما بقى معنى ده عند الرجل بيبقى حاجة مهمة قوي قوي إيه المعنى ده؟ المعنى ده أنه هو تقوله كده هو يقول لها أنا عارف أن أنا محتاج بس أساعدك لأن المتعارف عليه عند الناس غالبا أن السلوك ده مش بيبقى مناسب آه فيكلمه عن الأعراف ما يكلمهاش على إيه ما يكلمهاش على عليها ولا أنه هو عارف دماغ الرجال لأنه ساعتها ترد عليه تقوله إيه ما أنا أسقف نفسه وأسقف أخلاقي الحاجة الخامسة يتجنب الزوج والزوجة ذكر ملاحظات الغيرة في لحظتها بشكل عنيف يعني لما شافها كده بتتكلم مع خطيبها الماضي على طول ما أعملش ملاحظة الغيرة في اللحظة دي وبشكل عنيف ويقول دوت أنا ببين لها أن أنا بغير عليها لأن ساعتها الحقيقة يعني مش هتفهم ده كده ولكن يتخلص الزوج من الموقف أو الزوج من الموقف ده بتصرف رشيد أنا عايز أكلمك على جنب فيروح هو أخذ على جنب كده ومكلمه في أي حاجة يتخلص من الموقف للغيرة ده حتى لا تحول الموقف للشجار الشجار إيه أنت بتشك فيه السلوك الأخير بقى في حالة الغيرة لازم يبقى في إيه فيه أن احنا نقضي مدة مع شركة الحياة مدة طويلة مع الأقارب والأصدقاء يعبر الزوج ويكوزلك الزوجة عن احتياجهم لقضاء مزيد من الوقت يعني مثلا هي بتأدي وقت طويل أوي في التليفونات مع ممتها ومع أختها ومع أقاربها وهو بيقضي فترة طويلة في القهوة فيه إيه اللي حاصل هي غيرانة وهو غيران فيقول لهم إيه ما يتكلمش بقى على إن هي غلطانة إن فيه حد أولوية عندها لكن يقول لها إيه أنا محتاج مزيد من الوقت إن أنا نعود مع بعض محتاجي إن نرتب بعض الحاجات ويبقى عنده فعلا بعض الحاجات اللي هو حدثها موضوعات لما يعودوا مع بعض يكلموا بعض وإنه يحتاج للوقت ده ويجريت يكون التعبير ده أنا في المرحلة دي محتاجي الجنبي أو أنا في المرحلة دي محتاجي الجنبي كده الغيرة تبقى فيها فن وكده نقدر نعبر بشكل صحيح عن الغيرة والغيرة دي ما تتحولش إلى نار لكن تتحول إلى احترام واتمام وتقدير وجمال وتخلي البيت مش مليان زي ما بقولوا فلفل وشطة لكن يبقى مليان إحساس بإني معاها أنثى كاملة وهي معاها رجل ما زال حتى الآن ببريقه من ساعة الجواز وإن هو بطل حقيقي ليها هو ده اللي احنا عايزين نوصل به من الغيرة لأن الرسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن الغيرة الرشيدة شيء حميد وليش شيئا زميما ارحمونا من النتيجة الستات تقول أن جوزها ما بقى شي غير عليها وارحمونا من سوء الغيرة اللي بتغيرها الستات وخلينا عندنا فن في الغيرة وكويس جدا نحن نقول الكلام ده اللي مقومين على الزواج وكمان يسمعوه كمان المتزوجين عشان دي مهارة مهمة جدا وهي مهارة فن الغيرة يا سادة اللي بنا يبارك فيكم وان شاء الله نفضل دايما مع بعض ومعنا أول سؤال دلوقتي أستاذ عمر أستاذ عمر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ عمر نعم وفضل كل سنة وانت طيب كل سنة وانت طيب وخير وبسلام وبسحة الله يكلمك ربنا خليه قولينا بني أحفظكم يا سيدي الله خليك نعليك عندي سؤال بس لخصوص إدمي بس اتفضل يا سيدي إدمي عندي سنتين قدل صبت شوه كده بيدا رفضتك في ناكة كده وعيات وبعد يقطع في وشه كده بلعب مم كشفتها ليه لو ما عندهش حاجة سيدي كشفت عند مين عند دكاترة كثير والله أصدق تجادل تجادل جلدية يعني أو تجادل عصاب صح ايه كشفت عند دكاترة جلدية وعصاب صح تمام لكن ما كشفتش عند دكاترة نفسيين لا طيب يبدو من خلال خبرتي في الأحوال اللي زي ديك كتيرة أن الأولاد بيكونوا شافوا حاجة سبت لهم فزع وخاصة في تعطيع الوش ده بيبقى عبارة عن شاف حاجة صدمته وهو مش فاهمها أو قد يكون عنده حاجة شويتين تلاتة في الأجهزة الداخلية بيعبر عنها بده فهو محتاج حاجتين محتاج فحص حقيقي باطني يعني يتعمل فحص على الجسد كله وكمان آه السن ده ممكن نروح بيه الدكتور آه ممكن نروح بيه الدكتور وطبعا التعبير مش هيبقى عامده تعبير حقيقي نقدر نتعامل معه لكن في السن ده ممكن نروح بيه الدكتور النفساني أو ممكن نروح بيه الدكتور النفساني لكن ابننا عنده أي حاجة تتعلق بلابلة عفريته والجن لا احنا محتاجين بس ان احنا نهتم به صحيا وانا بقول لحذاك صحيا عندنا ليس فقط الصحة الجسدية كمان ولكن كمان الصحة النفسية فاحنا محتاجين نعمل للإجراءين دولة ان شاء الله ربنا يحفظه ويعجل بشفاء وان شاء الله ويبعد عنه كل مكروه وسوء يا رب العالمين معنا الحجم محمد حجم محمد السلام عليكم وعليكم السلام وراح نطلع بركاته كل السلام ونطيب وحديك طيبة السلام عليكم آه بعد إذن حديك يا حجم محمد لو تكرميني توطي التلفزيون وتسمعيني من التلفون ممكن؟ حاضر ضل حضرتك فضل دلوقتي الجوزي بيغير عليك جدا بس لو عنده مشكلة آه مش كنت المامة نحيفة شوية كل شوية معقبني من الموضوع ده يقولي تخاني 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 كده أعمل ايه؟ طيب هو بيغير عليك وفي نفس الوقت بيقولك ان عنده آه ملحوظة على ان حضرتك محتاجة تغيري من شكلك شوية صح كده؟ أي طيب الحاجة دلوقتي هو بيقولك كده هو مقصده بشكل واضح طبعا احنا عندنا مشاكل شوية في دوت بيحصل مع ان الإنسان ما يكونش عنده تأهيل قبل الجواز ان هو بيبقى داخل على الجواز وعنده صورة صورة للمرأة اللي هو حضرتها في ذهن ودايما الناس يقولوا شوية تعبيرات من الصح يعني تعبيرات يقولك ايه؟ الله يسمح التلفزيون اللي احنا عادين في دوتها والله يسمح للمشاهدات ان خربت دماغ الناس وقعدوا دي يقولوا يخلوا الناس بيحبوا اجسام الممثلات لا 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 خالص المسألة في داخل الإنسان الإنسان هو اللي بينطق السورة اللي هو بيعيش معها فدي مشكلته هو ففي الحقيقة انا معرفش انه ممكن اقول لحضرتك اول حاجة ان انت تتأكدي ان وزنك مش اقل من وزن الطبيعي فاذا انت تأكدت ان وزنك مش اقل من وزن الطبيعي انت محتاجة ان انت تاخدي اشياء وتاخدي مكملات غزائية لان دوت هيكون احسن لصحتك لان في بعض النحافة عندنا مرض زي السمنة بالظبط يعني الاتنين مرض فاذا كون احنا عندنا المرض بتاع النحافة ده اه احنا محتاجين نعمل كده اما وان لو كان هو بقى عنده نموذج تاني وشكل تاني للمرأة فانا بيبقى عندي خطر اقولك بقى خبرتي اللي موجودة في مركز الارشاد الزواجي انا عندي خطر ان في بعض الاحيين لما المرأة بتغير شكلها ايه اللي بيحصل هو ما بيرضاش عن الشكل ده لان هو في الحقيقة ما بيبقاش قصده شكل الجسم لكن قصده لك كله الشكل كله فبعمل ايه ففي الوقت ده احنا بنقعد معاه ونقوله انت ايه معنى الجمال عندك انت ايه الجميل اللي في الست فنيجي نكلمه وجهات النظر في ده طب ليه ما نفس اللي هو عايزه طول على طول لانه لو نفس اللي هو عايزه على طول احنا ما عندناش مقاسات ما احنا ممكن تضرب مننا فيجي يقول لنا مش هو ده لانه هو ممكن على فكرة يكون قصده في الحقيقة انه هو مش عاجبه ودي تعبير رجالي انه هو مش قصده قصده انه هو مش معجب بطريقة ولا بشخصيتك ولا انك انت مش مهتمية به بداعي ان انت صحتك على قدك مثلا فممكن يعبر بدا انه هو عايزك تهتم بصحتك عشان تقدري تهتم بيه اكتر فانا رأيي ان انت لازم تعودوا مع بعض الجلسة وتقول له انت ايه اللي مش عاجبك في نحفتي دي اذا كنت انت في الوزن الطبيعي بتاعك لان كل الوزن بعد كده اقول له هي اثر على صحتك تعال بقى انتكلم انت ايه اللي عايزه قد يقول لك انا عايز اهتمام اكتر انا عايزك اشوفك ما عرفش ايه فممكن يكون فيه حلول تانية غير مسألة السمن امر التاني ان انت بتقولي ان انت ببساطة خالص هو بيغير عليك قوي قد يكون هو بيغير عليك قوي لان ببساطة انت بتحاولي دايما باعتبار ان هو بيلومك على النحافة انت بتحاولي تحسسين ان انت انت انثى مهتم بك بعض الناس او ان هي انثى والناس دايما بتمدحك ما تعمليش اللعبة دي لو ان اللعبة دي لان اللعبة دي ممكن توقع في الحرام انه هو اغار الصدر ما تعمليش كده لو ده بيحصل ما تعملهوش لكن هو ممكن يكون بيغير عليك عشان يقولك ايه انا بحبك ولكن اعودي بقى عشان تعرفي ولكن ده نصحت لك ان انت تعودوا مع بعض وتتفاهموا لان هو دوت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يتكلم مع السيدة عائشة ويتكلمه عن كثير من حياتهم الزوجية فلو سمحت جلسي مع زوجك وكلميه قولي له ايه شكل الجمال اللي انت بتحبه وايه الدفع ده وحاولوا تتقربوا في هذا السياق معرفتوش تتقربوا تفضلوا عندنا في مركز الاشياء الزواجي واحنا ممكن نتكلم معاكم في الامر ده استاذ احمد اتفضل السلام عليكم افن اتفضل يا استاذ احمد عليكم سواء كاته حركت يا الله انا متجاوز بقى لي 31 سنة يعني لسه متجاوز لسه عريس جديد يعني حركت فيهم 30 سنة انا عمري ما قلت لمرات انت راحبين ولا جايبين ورافك فيها ثقة عميات طيب فجأة من حوالي سنة كده واحد صاحبي قال لي خلي بالك عشان مراتك فره كله مع زميلها في الشوق طيب جالها تليفون فالتليفون ده كان جنبي روح تزقق بعيد عني وكان زميلها ده فعلا طيب فجالت مكسي تليفون مين ده ده واحدة بنت اختي طيب مش مشكلة لسكت وخطف نفسه واخر نهار بقى بكلمها ووضح فواجهتها يعني وبعد كده اتضح ان فعلا سمعت مكالمة بينها وبين امها ان الرجل ده بيروح معها مشاوير وبروح معها قرفور بروح معها مش عارف ايه يعني بروح معها مشاوير كتير اوي طيب قول لي بقى حدك ده شك ولا غير ده بقى ولا اعمل ايه يعني لا ده خلل زواجي محتاج تعديل على طول ده خلل زواجي ده ده سلوك مش مستقيم ومسألة ان حد بيطلع اسراء البيت لحد تاني وخاصة لو كان من جنس اخر ده سلوك غير مستقيم ويحتاج الى تعديل والتعديل ده مش بانك انت تتهم ولكن تهتم يبقى انت ايه اللي حاصل وايه اللي حاصل ده وليه الشخص ده احنا بنعرف الكلام ده ثم نبدأ احنا في جرعات اهتمام زائدة وناخد وعد مدام ما كانش فيه اي حاجة غير هذه الخروجات ان ده ما يحصلش وما يتكررش وننبه ان ده حاجة غير مقبولة ابدا لازم اعبر تعبير واضح وصارم ان ده ما بينفعش في سياق عيشتنا مع بعض ويه مش مسموح به وما يتكررش وان الكلام ده تنوع من انواع الفساد الزواجي لا يجوز لان حضرت النبي صلى الله عليه وسلم امر المرأة ان ما تدخلش بيتها ما لا يرضاه الزوج ولازم تكون بتتعامل بشيء من الاستئذان ففي جزء من خصوصية الزواج اللي لازم يحفظ عليها الزوجين منها العلاقة بالاخرين وخاصة اللي من جنس الاخر هل هي انا استطيع ان انا اقول ان هي عملت حاجة تتعلق بالشرف لا ما قدرش اقول كده لكن هذا سلوك يفسد الحياة الزوجية يفسد الحياة الزوجية ويفساد الحياة الزوجية حرام فما تنفعش ان هي تعمل الكلام ده وعليها ان تستجيب لده مش من حقها ان هي ما تستجيبش يعني ما تنفعش تقول له والله ازاي ما بعضه ده فلان لا ما فيش حياة اسمها ده فلان ده نوع من انواع العلاقة المستقيمة لان هي مش تقبل ان هو يعمل نفس السلوك ده مع امرأة اخرى لابد ان الكلام ده يكون العلاقة بالجنس الاخر لابد ان تكون عبر توافق ما بين الزوجين وما يصحش ان يكون فيها علاقة خفية لأحد الزوجين فاصل ونرجع تاني نقابل حضراتكم ونتكلم فأسئلتكم المباركة اللي بتمنق لبنا نور ولكن عن جيب عليها ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعانا سؤال من السيد سيد استاذ سيد تفضل استاذ سيد من الغربية السلام عليكم وعليكم السلام عليكم ورحمة الله نعمة وفضل عملت ايه كوائل عيدة الحمد لله خير وبركة الحمد لله طيب يا سيدي علي صوتك وقول لي يا سيدي والله صدى عمر انا خدت مساحب واحد اخويا في الله وما خدت مساحبه عشان اي حاجة والله طاي جاء بعد سنة واثنين راح السعودية وراحنا وراحنا وما نزل معاتي يجي تعمل بتانوا تغير معي نهائي ايه انا اقول لما تلموا انت تعمل بتغير معي لي يقول لي مش هين حاجة تعمل بتغير معي لي عشان ايه مش هين حاجة والله كان بينا احسن من اخويا طيب احسن من اخويا تعمل تمام انت سؤالك بقى في ايه ان انت ازاي تتعامل معاه ولا سؤالك هو عمل كده معك لي ازاي تتعامل معاه طيب انا اقول لك ازاي تتعامل معاه بص يا سيد سيد العلاقات دي يا سيدي فيها سر ربنا حطه في العلاقات ان العلاقات دي يا سيدي ما تقدرش تقسى بالمسطرة وعشان العلاقات ما تقدرش تقسى بالمسطرة لازم العلاقات تتبني على الفضل يعني ايه لازم تتبني على الفضل حتى العلاقة الزوجية ولا تنسوا الفضل بينكم فلا يمشي على ان العلاقات بالمسطرة مش هتعيش للعلاقة ولزاك حضرت النبي يقول ايه ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل اذا قطعت راحي مواصلها يبقى عرفنا في العلاقات وحتى العلاقات اللي فيها نسب وفيها قرابة ما بتتبنيش على ايه على المسطرة ولزاك ايه حاصل لازم انت تبقى صاحب فضل ايه اللي حاصل صاحبك عاش معاك وحبيته بعض وشاركته بعض وعشته مع بعض صحيح التغير بيبقى مؤلم بس خليك انت عيش بالاخلاق والقيم بتاعتك تواصل معاه وما تقطعش معاه مدام هو مأزكش مدام هو ما عملش حاجة تضرك استمر معاه اما مسألة التغير وانه هو ما بقاش يعملني زي زمان محدش عارف ايه السبب ومحدش عارف ايه الظرف ممكن تكون مرات وحرج عليه ممكن يكون فيه ظرف معين ممكن يكون فيهم حاجة غلط عندك فلو قطعت انت خلاص العلاقة بتروح فانا رأيي ان انت تواصل وخليك انت صاحب فضل واستمر على ده وما تقطعش ليه؟ محدش عارف اللي قابل ايه معي يكون ايه؟ مش بس والاصد العلاقات بتتبني على الفضل مش بتتبني على العدل وده شيء لازم نفهمه كلنا ده تغيير في مفهومنا للعلاقات احنا كلنا فاهمين ان العلاقات بتتبني على العدل لا علاقات بتتبني على الفضل ليه؟ هي دي العلاقات اللي تصونى علاقات اللي تستمر وعشان كده بقولك استمر في التعامل معاه وما تقطعش معاه معايا السيدة ممكنزي مستاذة ممكنزي عليكم السلام عليكم عليكم السلام عليكم وراحة لك هاتف معلشي بعد اذن حضرتك ممكن وردت التلفزيون وتسمعيني من تلفون لو سمعت وتت يا شيخ وتت يا شيخ تفضلي يا ست والله يا شيخ انا عندي اخويا يعني اخ واحد واحنا خمس بنيت وهو لسه متوف وبقاله شهر او ربعين يوم يعني الله يرحمه يا رب بنا يجعله فسح الجنات وينزيل عليه من الرحمات ومن اللطف ومن الكرم يا رب يا رب فادي الوقت هو لما مات يعني قبل ما يموت كان سايب مبلغ يعني يعني سايب وكان معي يعني انا اللي كنت حطاهم يعني بقسنا في بنك عشان هو ولد واحد عشان ما حدش يورس يعني ما يعني او ولادة عم او الكلام ده وهو طبعا وهو ساليم كان بيقول يعني نمه والاخواته كلنا البنات يقول لهم ايه يعني الفلوس دي لي انا وقت الصغيرة مم ويمحلثني محدش يخد دولي كنت وقتك ويعياننا يعني ويعياننا البنات يعني 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 محدش تاني ياخد ولا امه ولا اي حد تاني من اخواته مم وقايل قدام الكبير والصغيرة فاحنا اللي كنا بنخدم واحنا اللي كنا بنشير وبنحمي ومم 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 وبنجري به يعني وهو كبير بس كانوا زي العائلة صغيرة لانه هو مش متجوز وانه مخلف مم كانوا بيضربوه هو عيان اساسا وكلو اي يشقدو لاي حد يتقل اي مش عايزيه يعني هو عن ضغطة دي هو عن ضغطة دي هو في اكبر مني اصلا طيب اسأليني سؤال يا موكنز اسأليني سؤال الفلوس دلوقتي في البنك استني بس الفلوس دلوقتي في البنك انا مسامع دلوقتي مسامع خالص بقول لك يا شيخ هي كانت الفلوس معمولة شهادة فكانت الفوادي اللي بتيجي منها لقطة صغيرة وهو كان قايل لي كده معلتش بعد اي ازنا حضرتك الفلوس دلوقتي في البنك باسم مين لا معاي انا باسم انا طيب يعني ايه دلوقتي الفلوس دي باسم كنتي او وما كانش اخوكي اه في اي وقت من اوقات الحيات دي باسمه هو لا كانت باسمه زمان البسطة وبعد كده هو حطهم باسم انا كويس فهو ما دلوقتي باسم كنتي زمان خلاص وانت كنت بتاخد الفلوس دي الريع ده وتصرفي على اختك الصغيرة اه اللي هي عيانة ومريضة ومتطلقة وكلام ده كله هو عنده علم كده هو كان مخصص حضر يا موكنزي حضر يا موكنزي انت دلوقتي بتسأليني الفلوس دي اللي هي مكتوبة باسمي والاخوية لهاني هل انا الفلوس دي تكون فلوس مراس ولا تكون ملكي صح؟ لا لا مش كده مش مراس او ملكي هو ايه اللي انه هو انا وقت صغيرة فانا مش عايزي انا بقوليه انا حقي متنازل عنه فانا ايه انا هسرف على اخت دي هي وعيالها وإيجارها وكل حاجة فهو طبعا اي فاخواتي بيقولي طب احنا مش هناخد هم بتقولي احنا مش هناخد احنا فألنا الشيخ ومستألنا الشيخ طيب خلاص انا اجاوبك هوا يا موكنزي انا اجاوبك خلاص انا اجاوبك انا دلوقتي اعمل بالوسية ولا بشار عرقنا ولا اعمل ايه حاضر والله اجاوبك هوا مش انت دلوقتي سألتيني بس يا موكنزي المسألة ببساطة خالص انت اخوكي لما حط الفلوس دي في حسابك هو نقل ملكياتها ليك مفيش حاجة اوضح من نقل الملكية انه هو يحطها في حسابك طب حط الفلوس في حسابك انت كان بقصد انه هو يدهالك وانت كمان تراعي اختك اه فهو نقل الملكية قولا واحدا ونقل ملكية الفلوس دي ليك قولا واحدا كونك انت بقى شايف ان الفلوس دي تصرف بيها على اختك الصغيرة فده امر من الفضل عندك يبقى اخوكي تصرف في ماله في حال حياته ادهالك هل ده جائز جائز هل كان لازم يعطي لاخواته الاخرين او لامه لا فاذا ان الفلوس دي ملكي كنتي في ملكك ولكي ان تتنازل لاختك لكي ان تتنازل لاختك او تنفق عليها وده ملكك ولا ينازعك فيه احد خلاص وده لازم تعرف فيها مكنزي معنا الحج محمد تفتش البيت زائد سحر واعمال وكلام كده ليش عرفك ان اي بتعمل سحر واعمال يعني هتعمل لبناء سحر واعمال برضو والله يا شيخ انا بكلم بمورد الله وانا بكلمك بمورد الله برضو وانا بكلمك بمورد الله برضو لما جدت الصور دي بتاعت انا من عند الرجل اللي وصلت له دوت ووجهتها اعترفت قالت لك ان هي بتعمل سحر واعمال قالت لي انا كنت موديها بس عشان انتخابك مكنش عجبني وكنت عاوزها وطبعا انا بطول عمر ما اصارتش فيها وانا زعلتها في اي شيء طيب بتسألني عن ايه بقى بتسألني عن ايه يا سيد محمد هل دلوقتي انا كده غلطان ان انت متكلمهاش ايه طبعا اه غلطان طبعا ليه بس يعني انا عمر في حالة محر مش بتسألني انا غلطان ولا مش غلطان وبعد جوازي طب اسألك سؤال انت عندك سن كم سنة 45 قبل 45 سنة انت كنت فين كنت موجود في البيت لا قبل 45 سنة كنت في رحم امك صح طبعا فمين السبب في وجودك مين اللي ربنا جعلها سبب في وجودك ام طبعا طب فلما هي ربنا جعلها سبب في وجودك اللي هو كان تسبب في وجود الفلوس بتاعتك او في وجود مراتك اللي انت جاوستها او في وجود حياتك دي كلها برضو مش تستحق برضو ان احنا نفهم حديث رسول الله سلم طبعا من قول الناس بحسن صحابتي طبعا ومش برضو نفهم قوله تعالى وقدر ربك ألا تعبده إلا إياه وبالوالدين إحسانة مش كده صحيح يا سيدي ايه ما طلبتش منك ان انت تكفر ومع ذلك وان جاهدك على ان تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما واعمل يا سيدي وصاحبهما في الدنيا معروفة بس يا شيخ المشكلة في حاجة واحدة واتفتش في البيت عندنا حالة عندنا اسألني تعمل ايه انت لو منعتها ان هي تدخل البيت لانها بتفتش في البيت ماشي بس ما تمنعش نفسك عنها هي مش معنى ان هي أمك ان هي لازم تدخل وتعمل الحاجات ممكن هي تكون على فكرة مريضة نفسية لا 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 برضو نعم طب أخي أقول لك حاجة رسول عمري خدام تحت رجلاه يا والدي أقول لك حاجة صدر أحسن إليها وحاول بقدر إمكانها هي دلوقتي حاسة مش انت والدك والدك موجود ولا توفي متوفي الله يرحمه فهي دلوقتي عندها مين الراجل بتاعها دلوقتي لعنى طبعا هي خايفة دلوقتي ان انت تروح من ايديه لا يا شيخ لا ده حتى بعد وفاة والدي مش عاوش اندي حد ورث ولا اي حاجة ما علينا مش عاوشين حاجة بالدنيا حاول توصع صدرك يا سيد محمد وصع صدرك معايا الله يسترك فهي دلوقتي بتعمل كده هي خايفة ان انت تروح من ايديها فبتحاول بتعمل ايه هل ده مبرر اللي ايه بتعمله لا ده اللي على قد ثقافتها يبقى خليك جنبها واعتف عليها واحن عليها وما تسمعش كلام اي حد يقولك ده بتخرب بيتنا لا احسن اليها وحاجة عليها في الاخر خالص ضمنا بس وهو ده اللي انا بحيلك عليها حاجة محمد مين معانا الحاجة محمد تفضل حاجة محمد حاجة محمد تفضلي اه سلام عليكم عليكم سلام عليكاته اه معاليش شيخ تعيز سأل حضرتك على حاجة اه انا ما اتجاوزها بقى لي ست سنين انت اللي قلت الحاجة محمد لا حسنة بتطلعي بعد كده تقول لي بنكبر الناس مانيش دعو تفضلي لا ان شاء الله يسمع مبقى حضرتك يعني شوط ضايل وعندي طفلين تمام المشكلة ان انا بيني وبين زوجي مشاكل مع اهلي وانا عندي مشاكل مع اهله معلش العبارة نفسها مش متركبة صح انا بيني وبين زوجي مشاكل مع اهلي لا بين زوجي واهلي اه في مشاكل يبقى المشاكل ما بين زوجك واهلك بقى كانت مشكلة بيني وبينه واميد مالدته وطبعا اهلي لما ادخلوا وانتوا ما شاء الله استعنتوا بقوة خارجية وروحتم دخلينهم في البيت فالمسألة بقى وسعت اوه وسعت اوه وسعت اوي كمان اتفقنا عشان ان في اطفال وكده ان خلاص محدش يتدخل ونفضل احنا مع بعدينا يعني عشان في اطفال طيب بعدين فالمهم هو بعد كده حكم علي لا اهلي انا اللي ما يجوش وما يتعملش معهم خالص نهائي بس انا اللي تعامل يعني انا تعامل ويخش بيتي عايزي او بيتنا يعني عايزي لكن انا محدش من عندي يدخل نهائي فين السؤال يا محمد انا مش سؤال ان هو هو ده يعني عدل يعني ان انا السأب الاهل واتعامل مع اهله هو مش راضي حتى يدخل حد من اهلي في فرق بينتي ما بين انهم يدخل حد من اهله وفي فرق ان انت تروح الاهلك وخليكي ذكية يعني ايه اللي حاصل مدام ما ما نعكيش ان انت تروح الاهلك اهلا وسهلا بتسأليني بقى هل من العدل او من الحسن العشرة ان هو يمنع اهلك انهم يدخلوا البيت لا مش من حسن العشرة لكن انت في نفس الوقت اذا كان هو ما بيمنعكيش ان انت تروح لهم روح لهم لغاية ما الموضوع يهدى وبعدين تعالي بعد كده اتكلمي انا دايما بقر ما بين الفتوى وكمان الارشاد الزواجي عشان البيوت ما تخربش هو دلوقتي لن يكون قاسما اذا هو اذا هو لم يمنعكي من ايه من الذهاب لاهلك زيارة ابوك وامك لانه لا يجوز ان هو يمنعكي من سلة الارحام لكن ان هو يقول والله انا مش قادر انهم يدخلوا البيت ده معنى كده انهم ما نعكيش من سلة الارحام لكن على الجهة الاخرى اللي بيعملوا ده هل ده من حسن العشرة لا طب هل اللي بيعملوا ده ينطبق عليه قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف الجواب لا يبقى انا بكلمه بقوله اتق الله في زوجتك لان اقرب طريق لقلب زوجتك ام اهلها فلذلك اتق الله في اهلها انا شايف ايه بقى انحنا تعالوا بنتفق انتو الاتنين ان الى اهلك ولا اهلو يتدخلون في ايه في شؤونكم هو ليه مش عايز اهلك ايدخلوا البيت لانوا بيتدخلوا في شؤونكم خلوا الزيارات انا بسميه zijارات الحاف مش الزيارات الملتهبة هو الطلامة ان الزيارة دي زيارة عادية زيارة في احترام لرجل البيت والسدة البيت وفي احترام لهذا الكون الكيان القديد اللي هيه الاسرة ما فيش حد يحط إيده عشان يخلي البيت يشتعل يبقى خلاص يبقى أهلا وسهلا يبقى أنا رأيي أنه هو مش حرام عليه إذا كان هو ما بيمنعكيش من أن أنت تزوري أهلك تأمر التاني أن أنت حاولي تعودي معاه وتقولي له إحنا عن ناحي الأهل وتبقى الزيارات لا حد يتدخل من هنا ولا حد يتدخل من هنا وهو ده اللي يفتح أبواب المحبة بينكم إن شاء الله يا سادة إحنا نارضة تتكلمنا عن حاجة مهمة حاجة كده شوية شائكة بس إحنا لو عملناها بطريقة صحيحة يتنور كتير في حياتنا ويتخلي حياتنا تحس إن هي بايت أرقى وأحسن بكتير إحنا تتكلمنا نارضة عن فن الغيرة والغيرة دي لينفع ما تبقاش موجودة ولينفع تبقى نار تشتعل في البيت لازم الغيرة تبقى فن لازم تبقى فيها ياسمها الغيرة الرشيدة غيرة الرشيدة بتكون لما تحسس لما تحسس شركة الحياة إن أنت بتسق فيه وتعبره عن ده ولما تكون في الأماكن العامة تمدحه وتخليه كمان حاسس إن أنت في محل ثقته لازم تخليه أولوية من أولوياتك لازم لما يكون فيه حاجة متعلقة بسلوك مش منضبط فيما يتعلق بالجنس الآخر تقعد وتتكلم معاه بس مش في لحظتها بعد كده وياريت دايماً إن الستات تقول للزوج لما تيجي تنبهه تقول له أنا عارف دماغي الستات والزوج يقول للزوجته المتعرف عليه ما بين الناس إن ده مش مناسب وكمان تعالوا ببساطة خالص إن إحنا إذا كان فينا حد حاسس إنه محتاج إهتمام أكتر يقول لشريك حياته كده أنا في المرحلة دي محتاجك تبقى جنبي أكتر لإن أنا محتاجك أكتر من غير ما يقول له يبين له إنه بيغير من الآخرين كل ما نعمل ده كل ما يبقى عندنا فن من فنون الاهتمام الزواجي وكل ما ده يكون نفتح علينا باب السعادة يا رب يلهمنا الرشد وارزقنا مددك يا رب العالمين حتى نكون من أهل المهارة في فتح أبواب السعادة على قلوبنا وعلى شركاء حياتنا على أزواجنا وزوجاتنا أنت كريم تنظر إلى بيوتنا يا رب العالمين فانظر لنا نظرة تجعل البيت مملوءا بالسعادة وبالمودة وبالرحمة واسكننا في السكينة التي في حضرتك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين